اخترى الحزب الجمهوري رسمياً مساء ثلاثامة رومني مرشحاً له لواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي ستجري في السادس من نوفمبر القادم وحقق رومني الحاكم السابق لولاية مساء سوسيتش فوزاً متوقعاً بغالبية صوات مندوب حزبه في المؤتمر العام للجمهوريين الذين عقد في تامبا بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة أن رومني زوجة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية أكدت في خطاب ألقت أمام المؤتمر الوطني العام للجمهوريين وبحضور زوجها أن مت هو الرجل الذي تحتاجه أمريكا وقالت زوجة رومني اسمحوا لأن أقول هذا لكل الأمريكيين الذين يفكرون في الذي ينبغى أن يكون رئيسنا القادم لا أحد يبدو المزيد من الجهد لا أحد يتحرك في السماء والأرض مثل مت رومني لجعل هذا البلد المكان الأفضل للعيش هذا هو نشر الحزب الجمهوري أمس برنامجه الانتخابي وهو عبارة عن وثيقة طويلة تغطي المواقف الرسمية للحزب في جميع المجالات